مرحبا دائماً نحن نتعرض لسؤال أنه يا أستاذ شو نستفيد من الكيميا ليش ندرس كيميا يعني نحن بحياتنا اليومية شو نعمل يعني الكيميا مدخلينها بحياتنا طب ليه تعلمونا إياها فنحن دائما نجاوب بطريقة سهلة وأكيد أنتوا سألتوا هذا السؤال هذا بزمان أنه شو نستفيد من الكيميا خلينا عشان نجاوب السؤال ندخل على موضوع جديد في الكيميا الكهربائية اللي هو موضوع الخلايا الكهروكيميائية الخلايا الكهروكيميائية موجودة في حياتنا فخلينا نجاوب على سؤال اللي بيسألونا هذولا مثال عليها البطارية أكيد معظم الأمور اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية تشتغل على البطارية أبسطها الموبايل لعبة الأطفال ريموت الريسيفر ممكن أنا يكون عندي ريموت المكيف ريموت السيارة كله بيشتغل على البطارية وأمثلة كثيرة طيب إذن إحنا قاعدين نطبق الكيميا في أمور حياتنا هاي واحدة اثنين عمليات الطلاء الكهربائي مرات إحنا بنجيب حتى لما كنا وإحنا هيك صغار ندخل على المختبر نجيب مصمار حديد ونجيب قطعة نحاس ونوصل توصيد الكهربائي ونحطها بمحلول ونطلي المصمار الحديد بطبقة نحاس طيب إحنا لما طلينا نحاس وعملنا بدل مصمار حديد صار مصمار مطلي بالنحاس طبقنا الكيميا وهاي مثال على الخلايا الكهروكيميائية وعندنا أمثل كثيرة يعني شبه يعني مستخدم يوميا في حياتنا طيب شو الخلايا الكهروكيميائية الخلايا الكهروكيمية أول شنوعين النوع الأول هو الخلايا القلفانية والنوع الثاني هو خلايا التحليل الكهربائي طبعاً إحنا بمواضيعنا راح نطرحها راح نأجل موضوع خلايا التحليل الكهربائي إلى إشعار آخر وندرس فقط الخلايا القلفانية الخلايا القلفانية إذا أجينا على تعريف شو يعني خلية قلفانية أول شيء هي أداء أو جهاز يحدث فيه تفاعل تأكسد واختزال بشكل تلقائي يؤدي إلى إنتاج الطاقة الكهربائية إذن هي أداء أو جهاز يحدث فيه تأكسد أو تفاعل تأكسد واختزال بشكل تلقائي يعني من حاله بدوش إشي بدوش أي عوامل مساعدة عشان تخلي التفاعل يصير إذن يحدث بشكل تلقائي ينتج عنه الطاقة الكهربائية أو بنسميه التيار الكهربائي طيب شو كمان من معلوماتنا عن الخلية القلفانية أول شيء الخلية القلفانية يحدث فيها تحولات في الطاقة إحنا لدينا مادة كيميائية قاعدة تعطينا الكهرباء إذن التحول من تحولات الطاقة يعني من كيميائية إلى كهربائية أو نقول من طاقة كيميائية مختزنة في المادة الكيميائية إلى طاقة كهربائية إحنا البطارية هي عبارة عن إسطوان وفيها جوالتها مواد كيميائية لما نوصلهم بأي مثلا مصباح أو مروحة أو أي شيء زيهيك على طول المادة الكيميائية لدخل البطارية بتتأكسد وبتختزل فيه هناك مواد تتأكسد ومواد تختزل بينتج عنها تيار كهربائي بيخرج مع السلك وبوصله إلى الجهاز اللي احنا مشغلينه عليه وبالتالي حولنا من كيميائية إلى طاقة كهربائية إذن هاي تحولات الطاقة وبننا نركز عليها أنه من كيميائية إلى كهربائية نيجي على المعلوم الثاني أنه التفاعل يحدث في وعائين منفصلين دون اختلاط المواد الكيميائية مع بعضها أيوة هسا بقول لك كيف مادتين بوعائين منفصلات وبدهم يتفاعلوا لا هاي ما مزابطة معنا طيب وإحنا بنتعلم قادين إذن فيه أشياء جديدة رح نشوفها في دروسنا اللي بناخدها وفي حياتنا اليومية إنه احنا كل يوم نتعرف على إيش جديد إنه كيف أنا بدي أعمل تفاعل بين مادتين بوعائين منفصلين هذا اللي بدنا نشوفه إحنا بالخلية القلفانية خليكم معي ورح نشوف كيف بتم التفاعل في وعائين منفصلين فتابعوا معي